شوية شروط في حقن الدهون لازم نعرفها كده لو احنا من يعني لنا قريب الفلاحين وكده فنبقى عارفين ان احنا انا بشبه دايما حقن الدهون بالزراعة يعني دايما الزراعة هي التشبيه الاقرب للنفس يعني ان احنا نحقن ازاي حقن الدهون بالزبط ازاي الزراعة الزراعة فيها شوية شروط عشان نزرع الارض لازم الارض تكون جاهزة للزراعة ما نفعش تكون ارض بور الارض البور مش هتاخد زراعة نمرة اثنين ان الارض دي يكون فيها وسيلة مياه وبالتالي في الدهون برضو لو المكان ده ما بيصلوش الدم بشكل كافي وبطريقة سليمة برضو مش هيتزراعة الدهون في المنطقة ديت نمرة اثنين ان الارض دي لازم تكون محروطة كويس مجهز المكان بشكل سليم فيها نمرة اربعة نوعية البذور اللي هي عندنا هنا الدهون تكون نوعية جيدة كمان توزيع الدهون بشكل جيد زي ما بنوزع البذور على الارض بشكل جيد مش معاولة نحط كل البذور في مكان واحد فمش هيتلع حاجة خباك فلازم نوزع البذور بشكل متساوي وجيد عشان تطلع النباتات بالزبط في الارض هو ده بالزبط اللي بيحصل عندنا في الدهون فإذا لما بنجي نحق الدهون في اي منطقة الشروط دي منطبقة عليها كل حاجة ان لازم تكون المنطقة ديت مجهزة اصلا لاستقبال الدهون يعني ايه مجهزة اصلا لاستقبال الدهون تكون ربنا خالق فيها دهون المنطقة دي ربنا بيخلق فيها دهون بشكل طبيعي وبالتالي حتستقبل الدهون لكن لو حقلنا الدهون في منطقة ربنا مش مخالق فيها دهون او مش مجهز التجهيز الكافي للمكان الدهون فمش هيتلع فيها دهون ابدا يعني مهما حقلنا فيها دهون مش هيتلع فيها دهون لو حقلنا دهون في فروة الرأس مش هحصل حاجة على فكرة يعني سبعين ثلاث أسابيع مش هتلاقي ولا خلية دهنية في المنطقة دي لان هي مش منطقة معدة لاستقبال الدهون لكن لما بنحقن الدهون في الأماكن اللي ربنا خلق فيها دهون أصلا وبالتالي هي الحتة المجهزة لاستقبال الدهون هو باك هينفع نحقن فيها دهون ثانين واحنا بنحقن الدهون لازم نكون نوعية جيدة زي ما قلنا جيدة يعني ايه يعني الدهون دي تكون جيدة تكون خالية من الشوائب صحية مش مكسرة حاجات كتيرة جدا عشان لوحنا بنحقنها حتى يفضل في مكانها ما يبقاش فيها يعني فاقد كبير نمرى ثلاثة ودي المهم إزاي نوزع الدهون وعلى أنه مستوى دايما حقن الدهون بينزل اللي احنا بسيبه درمبلت أو نقط نقطة صغيرة نقطة صغيرة نقطة صغيرة نقطة صغيرة نقطة صغيرة يتوزع الدهون في هذه المنطقة توزيع متساوي متجانس يقدر يخلي الدم يوصل للخلايا الدهنية جديدة من كل اتجاهات عشان هي الخلايا الدهنية عشان تعيش محتاجها دم محتاجها أكل عشان تعيش زي ما الزرعة محتاجها مية عشان تعيش برضو الخلايا الدهنية عشان تعيش محتاجها دم أو يعني تغذى عن طريق الدم وبالتالي نقدر وإحنا بنوزحها تكون محاطة من كل التجاهات بحقيقة بوسائل تغذية وبالتالي تقدر تعيش بشكل طبيعي ينفع بقى تغذية الدهون دي بحاجة زي الـ PRP أو الخلايا الصفقة احدى موال مركزة طبعا من الحاجات المهمة أن احنا نحط عليها شوية صفقة احدى موال مركزة لأن دي بتزود عوامل النمو بتزود أكتر شوية قدرة الجسم على استقبال الدهون الجديدة كل دي أماكن خطوات مهمة لازم نخطط طبعا التعقيم ده من الحاجات اللي أنا ما بذكرهاش لأننا متأكد أنها لا تغفل على وجه الإطلاق أن احنا نبقى معقمين الأماكن والطبيب اللي يغفل خطوات التعقيم ما يستحقش أن يكون طبيب أصلا يعني طيب احنا جهزنا